شارك سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اليوم عبر الاتصال المرئي الالكتروني في المؤتمر الوزاري الافتراضي لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وعرب سعادة وزير الخارجية في كلمته امام المؤتمر عن خالص الشكر للمملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية على تنظيم هذا الحدث المهم الذي يظهر بوضوح الدعم الدولي الواسع لحل قضية الصحراء المغربية ولسلامة اراضي المملكة المغربية الشقيقة واشار الزياني الى ان العام الماضي اظهر زخما واضحا في الشرق الاوسط لحل القضايا العالقة وبناء مستقبل افضل لجميع دوله وشعوبه معربا عن ثقة مملكة البحرين في ان هذه المبادرة ستلعب دورا هامن في هذه العملية مؤكدا تقدير مملكة البحرين لجميع الذين ساعدوا في تحقيقها واكد ساعدة وزير الخارجية ان لمملكة البحرين والمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه صداقة وثيقة وطويلة الامد وقد حرص البلدان دوما على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات مشددا على ان مملكة البحرين تمسكت بموقف ثابت من قضية الصحراء المغربية حيث اكدت ميرانا وعلنا على دعمها لوحدة اراضي المملكة المغربية ووحدتها الوطنية كما اظهرت قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في محافظة العلا بوضوح ان هذا الدعم تشترك فيه جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال سعادة الدكتور عبدالطيف الراشد الزيانين مملكة البحرين تؤكد مجددا ان منطقة الصحراء المغربية خاضعة للسيادة المغربية وان الحل الافضل والاكثر استدامة لهذه القضية هو مبادرة الحكم الذاتي مشيرا الى ان مملكة البحرين اعطت مثالا عمليا على هذا الدعم بقرارها فتح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية وبيّن سعادة وزير الخارجية ان مبادرة الحكم الذاتي تمثل فرصة لايجاد حل دائم لقضية الصحراء المغربية